كيف تكون الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير لأهمية هالوصفة من ناحية انه ممكن يصير علي بعض الاستفسارات حطيتها على القناة الأولى والثاني وصفة الإنقاص الوزن تألف من عصير البرتقال تمام تقريبا النص الكاسي تقريبا ورح نضيف عليه مكون ثاني هو القهوة تمام أكيد لا يفضل انه تكون فيه رسابة القهوة التفل يعني لا يفضل أكيد قهوة اللي تسمى بالمصطلح المتعارفة لتركش كافي هي القهوة العربية يفضل نحضر البرتقال فرش نجيب قهوة تقريبا ملعقتين قهوة مع ما بيعبي النصف الثاني من الكاس تغلع على النار جيدا حتى تعود القهوة بشكل انه خلاصة القهوة تطلع منها يمكن شايفينها فايرة القهوة هون لازم مثل ما حكينا تغلع تستخلص خلاصة القهوة من تصير بالسائل موجودة المنتظر تبرد نضيفها لعصير البرتقال ممكن ناخذ منها كاستين باليوم الحدود كاستين يفضل فقط صباحا ظهرا لأسباب كثيرة لنخفف العراق الممكن يصير بسبب الكافاين هنا تقريبا متوسط ثلاث معالق باليوم اضافة انه حرق الدهون بشكل او بالتاني ديما منحكي خصوصا لما منحكي عن لايبوسكشن او ما شابه ذلك انت بتحقن دهون او عفوا بدك تشفت الدهون بدك تحقن سوائل قبل لايطلع الدهون نفس الشي بالنسبة الى الميزوسيرابي الميزوسيرابي لما نعمل الميزوسيرابي بالنسبة لحقن او استخدام الميزوفاد نفس الشي كمان نحن لازم نعرف انه المنطقة بتورم حكيت فيها قبل ليش بتورم المنطقة لانه لازم تجي سوائل لهذه الدهون تصحب في مجرى الدم وممكن احيانا تسبب يعني عند الناس توقعوا انخفاض ضغط لازم يشربوا سوائل كتير بالفترة التي تتلي قبل وحقن الميزوفاد اذا هذه الوصفة قد تناسب بعض الزمر الدموية كمان وقد لا تناسب بعض الزمر الدموية وانا بأمن بهذا المجال كتير وما يجي حدا في احد الملاحظات اللي كمان ممكن تنقال انه والله يا دكتور ما استفدت منا طبعا هذا اسلوب حياة يعني نمط حياتك لازم تغيره بالنسبة لانقاص وزنك لحقن لحرق الدهون مو انه بس انا اخطى على شي محدد او اعمل شي محدد اقول ما استفدت لازم تغير نمط حياتك من ناحية اول شي عدد ساعات النوم شو ناقص جسمك ناقص جسمك اي شي بناقص جسمك تأكدوا انه جسمك ما رح يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه هذا مسأل قديم صحيح بحالات كتير فاقد الشيء لا يعطيه يعني اذا جسمك ناقصه شي ما رح يحرقوه ويقدمه اذا ناقصوا فيتامينز فما رح يقدر يشتغل مثل السيارة لازم لبنزين لا تمشي نفس الشي انت جسمك لا تحرق لازم يكون عندك كل المكونات موجودة تمام لازم ننتبه على كتير اشياء بالنسبة ل انقاص الوزن لازم ننتبه نقل الكاربس كتير كاربوهايدرات في ناس قد يضطروا طبعا اللي وزنهم بارحة مشوف فيديو عن احدى الفنانات وانا عارف انه هي عاملة تكميم مليار بالمئة واثق بتقول لا ما عاملة تكميم حمية وهي طويلة بس على الكاميرا طويلة وعظمة عارض بس على الكاميرا بتبين نحيف لا انت عملتي تكميم بشكل او بالتاني بغض النظر بس في ستيبس وحسب كمية الدهون الموجودة بيلجأ الشخص احيانا لازم نعرف كمان انه شفط الدهون وشد البطن هي عمليات لتحسين الكومتور وليست لانقاص الوزن تمام لانه مثلا لما منشفط الدهون لتر الدهن بساوي 0.6 إلى 0.7 كيلوغرام مش وزنه لتر هي واحدة لقياس السوائل اللتر بساوي كيلوغرام ولكن لتر الدهون اللي حجمه يعني بيكون بعادة اللتر هو 0.6 إلى 0.7 اذا ما بينقص وزنك بنفس الكمية وخصوصا بالايام الاولى الايام الاولى بعد ما تعمل مثلا شفط الدهون لانه بيكون في وزمة بالجسم يعني تجمع سوائل بالحيز الثالث واضافة انه انه نحنا منحقون سوائل جزء مننا بيطلع مع الشفط جزء مننا بيمطرح العفو عبر البول والجزء الثالث بده فترة ليطلع بيطلع منه جزء مثل ما قالنا بيطلع جزء منه نحنا وعم نشفط جزء الثاني بيجمد من تجمع الحيز الثالث يعني شو الحيز الثالث يعني اذا انت اكلت ردة ضربة بتشوف يورم او نفس الشيء هذا الاجراءات كل الاجراءات اللي منعملها شفط الدهون اي شيء في شيء تغيير على جسمك ممكن يورم احيانا حق من الفيلر ممكن يورم بوتوكس مش كتير بيورم بلازما ممكن تورم انت عم تطيف شيء على جسمك فاكيد بدك تكوني او بدك تكوني محضرة حالك قبل بوقت مش فترة قصيرة تمام مشان هذه التغيرات اللي بتصير بالجسم ما تبين تمام او يعني تختفي مش يومين ثلاثة احيانا منهم يفضل اسبوعين 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 عادة بالمجمل قبل احنا حكيت عن هالوصفة وحكيتها بالقناتين هاي احد الاشياء اللي بتساعد على حرق الدهون من الجسم ولكن قلنا لازم نتبع نمط حيات من ناحية النوم ومارسة الرياضة اهم شي بالنسبة الى حرق الدهون هي الوارد الانكم قديش بيجي كالوريز ونوعية هذه الاطعمة اللي بتاخدها ركزوا على البروتينات البروتينات يفضل تكون دايما تتبع اسلوب زمر الدم لتاخد نوع البروتينات هادي كتير مهم هذا الشي الرياضة اكيد الها دور كبير ولكن رياضة لازم تعرفوا لتحرقوا كالوريز باتباع الرياضة لازم تشتغل رياضة ثلاثة لأربع ساعات باليوم ثلاثة لخمس ساعات وهاد اسلوب حياة مش ممكن يكون موجود عندي كتيرين انك تلعب رياضة أربع ساعات خمس ساعات باليوم طبعا بتكون انت اكيد هم تستسمر بجسمك و هم تستسمر صح بجسمك ولكن مين هذا اللي عنده خمس ساعات باليوم رياضة اكيد هدون الناس ما بس هم مستسمروا بجسمهم ضمن جدول حياتهم لازم يكون في أربع خمس ساعات رياضة لأنه بناتها بديوا يكون فواس الراحة لا توصلوا لهذا الحد اتوقع وصلت الفكرة يعني الناس ممكن تلعب ساعة لساعتين باليوم ولكن حرق الكالوريس قد يتطلب أكثر من هذه الساعة ساعتين طبعا اذا او بالمجمل لازم نحن نهتمد على نخفف الكالوريس ونوع الأطعمة اللي موجودة ممكن حد يقولي يا دكتور مستفد على الوصفة لا هي كثير اشياء لازم تتبع لأنقاص الوزن منها ناكل الأكل الصحي الأكل الصحي أنا دايما بركز على زمرة الدم ولكن ضمن الفيديو شو حكيت عنه هو الفيديو قديم اتوقع عن النهاية الفنانة بس انت عملت تكمين يعني في فترة نحن حسب كمية الدهون الموجودة ممكن تكون حمية دايت بعدها رياضة بعدها قد تلجأ لشفط الدهون ممكن قد تلجأ لشد البطن أو تلجأ لشد البطن أو ما شابه ذلك مع العلم أنه شفط الدهون وشد البطن ما بيشيل الدهون اللي موجوده خلف عضلات البطن يعني بين الأمعاء على الكبد على القلب التكميم هو للناس اللي يتجاوزوا الوزن حسب 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 كتلة الجسم وعلى أساسها ممكن تكونوا محتاجين تخطعوا لتكميم أو ما شابه ذلك إذن من الأساسية الحمية هي الأساسية لازم تعرفوا هذا شيء الحمية أساسية جدا والحمية هي تعتمد على اختيار نوع الأطعم اللي بتناسب جسمكم أنا بالنسبة لي بشوف الحمية لازم تعتمد على أساس زمر الدم تركزوا على البروتين كتير فكرة الدهون والكولسترول اختلفت عن قبل كتير اختلفت عن السابق هاد كان الفيديو نعجبكو الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس هاد مقدمة لسلسلة رح أحكي عنها عن رح تكون بالإنجليش وإذا صار وقت ممكن أنا أترجمها مقدمة عن السريس سلسلة حلقات عن التغذية أتمنى أنكم تتابعوها وهلا بقول لكم نعجبكو الفيديو نزيلو تحت الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان ما أكون دكتور باسا